بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة على خير المخلوقين نبينا محمد وعلى أهله وصحبه السلام عليكم محاضرة اليوم في مادة القانون الجنائي القسم العام السوداسي التانية القسم العربي سنسافر من خلال هذه المحاضرة إلى عالم المجرم بعد أن وقفنا على الأركان الواجب توافرها لقيام جريمة وذلك من خلال تناول في هذه الحلقة في هذه المحاضرة أو في هذه الحصة المسؤولية الجنائية فعلى بركة الله نبدأ محاضرة ولكن في البداية ومن باب العرفان ورد الجميل وأعطاء كل ذي حقين حقه أود أن أتقدم وبكل احترام وتقدير بالشكر لأساتذة المحترمين خاصة الأستاذ الفاضن الدكتور سيد عبد الوحل العالمي الذي تعلمت على يديه في كلية الحقوق القانون جنائي وأسراره وكل من يتعلق به إلى آخره كما أتقدم بالشكر إلى مجموعة من أساتذة الأجلة بل أعتبرهم فقهاء علماء القانون الذين على أيديهم دخلت عالم القانون وها قد جاءت الفصل لأشكرهم وقديما قيل من علمني حرفا سرت له عبدا فما بالك بكلمات ومحاضرات وأفكار وأراء فشكرا للأساتذة تري أسمائهم وأعتذر إن نسيت أحد أسماء سيدة عز الدين بن ستي سيدة عبدالطيف هداية الله المرحوم سيدة عبدالحمن اسلامي سيدة عبدالحمن بن العقيد سيدة عبدالواحد العالمي سيدة المحترم سيدة خالد الناصري سيدة الجليل سيدة محمد جوهر أستاذي فريد الحاتمي وأخيرا وليس بآخير أستاذي المحترم محمد كشبور وغيرهم شكرا لكم محاضرتنا اليوم ستنصب بداية أو من خلالها ندخل العالم الأحكام العامة العائدة لمجرم أي العالم المجرم فإذا قلنا أن أركان الجريمة تنصرفه إلى الجانب الموضوعي للمسؤولية الجنائية أركان الجريمة ذلك القانوني وذلك المادي وذلك المعنوي أي لقيام المسؤولية الجنائية للضانين أو المتهم أو الجاني لا بد من وقوف على مدى توفر الأركان ثلاثة الواجب تواجدها في الجريمة وبالتالي متابعة المتهم وقد سبق لنا أن تتطقنا وفصلنا في هذا الأركان غير أن دراسة المجرم في القانون الجنائي تتطلب تتطوق إلى الجانب الشخصي من خلال المسؤولية الجنائية من خلال وقوف على الشروط الواجب توفرها في الفاعل متكب النشاط الإجرامي ليمكننا مساءلته جنائيا كما يتطلب ذلك طبعا دراسة العقوبة أو الجزاء المناسب المقرر لمتكب النشاط المجرم والمحدث لنتجة إجرامية أو غير المحدث لنتجة إجرامية كما في جرائم شكريا ومدى توفر ذلك الفعل على أعضار قانونية سواء ذلك الأعضار القانونية المشددة للعقاب أو الأعضار القانونية المخففة من العقاب أو الأعضار القانونية المعفية منه أي من العقاب وذلك وفق مقتديات القانونية طبعا حال المنصوص عليها في تشدع جنائي وتطبيقها لمبدأ المشهور لمبدأ المعروف لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص أو لا عقوبة ولا جريمة إلا بنص أي مبدأ النصيون بالشرعية غير لتركير في النصص القانونية الجنائي سواء في تشدع الجنائي المغربي أو المقارنة غالبا ما نجد أن المشهور ينص على العقوبة قبل تجري من فين نصوم أنه يقول يعاقب بعقوبة حبسية من إلا وغرامة مالية من إلا كل من ارتكب فعل كده كده إلى آخرين يقدم العقوبة على فعل مجرم والوقوف على هذه النقاط نتناول في البداية المسؤولية الجنائية من خلال الوقوف على أحكامها العامة ثم نتناول فيما بعد الأحكام العامة للعقوبة نعطى على الأقل واحد نضاء مجازة للعقوبة أو الجزاء والتدابي الوقائية والتدابي الوقائية المسؤولية الجنائية فيما يتعلق من مسؤولية جنائية يرى بعض الفقه أن هذه المسؤولية الجنائية في تعريفه لها ذلك الأطالة المترطبة عن الجريمة من خلال تحمل الفاعل أو الجاني أو الضانين أو المتهم أسماء مختلفة لشخص واحد لنفس المتهم حل مقتضيات مدونة الجنائية وللإشارة فإن هناك بعض الفقه الذي رابط المسؤولية الجنائية بالعقاب أي أن المسؤولية الجنائية ما هي إلا الجزاء المقرر للفاعل أو الجاني أي أن المسؤولية الجنائية مطابطة بالعقاب يشكلان موضوعا واحدا لكننا نذهب مع الآخر الذي ذهب إليه أغلب الفقه حيث يرى بأن التكاب الجريمة يترتب عنها المسائلة الجنائية والتي بدورها يترتب عن قيامها توقيع العقاب المقرر في تشريع جنائي وفق قواعد طبعا هل هو أحكام سيتموت تتضق إليها فيما بعد وبالتالي تشكل المسؤولية الجنائية والعقاب نظامين مختلفين وفي هذا الصدد يسايد تشريع جنائي المغربي هذا التجاه لهذا ضعي الذي ميز بين المسؤولية الجنائية والجزاء ففصل بين النظامين المسؤولية الجنائية والجزاء المسؤولية الجنائية التي خصلها أحكام عامة في الفصول أحكام عامة أقول أحكام عامة ثم هناك أحكام خاصة تتعلق بكل جريم على حدة أحكام عامة تتعلق بالمسؤولية الجنائية في الفوصول 132 إلى 140 في حين تتتقل أحكام العامة للعقوبة بالفوصول 14 إلى 60 من القانون الجنائي حتى المشاريع بدأنا أحكام عامة للعقوبة في الفوصول 14 إلى 60 ثم انتقل في المسؤولية الجنائية إلى الفوصول 132 إلى 140 كأحكام عامة للمسؤولية الجنائية وبالتالي اعتمد أضائي الثاني الذي يفسر بين المسؤولية الجنائية والعقوبة ولوقوف على أحكام مسؤولية الجنائية وإزالة أي غموض قد يكتنفها يتطلب الأمر منا أولا تمييزها عن المسؤولية المدنية وعن المسؤولية التأذيبية نظرا أحيانا تكون واحد تدخل أو لبعض الغموض إلى أخره بالنسبة للتمييز بين المسؤولية الجنائية ومسؤولية مدنية نطح النقر التالية المسؤولية الجنائية تترتب عن العمل أو امتناع المجرم والمعاقب عليه في تشريع الجنائي وذلك طبعتها لما يرحق من ضرار بالمجتمع أي ضرار عام أما المسؤولية المدنية فإنها تترتب عن مخالفة التزام تعاقدي أو قانوني مخالفة التزام تعاقدي أي مخالفة مقتضايات العقد ولمتحدة الاتفاق تم التوصل إليه بين الطرفين سواء في صورة فعل أو امتناع أيضا أو مخالفة التزام قانوني أي مخالفة القاعدة القانونية خاصة بالمادة المدنية خاصة بالمادة المدنية فتقوم بناء على ما قد ترحق أي مسؤولية مدنية تقوم بناء على ما قد ترحق من ضرارين للفرد أي ضرارين خاص هنا الفرق هناك ضرار عام في المسؤولية الجنائية في المسؤولية المدنية ضرار خاص تعلق بالفرد في حين أن المسؤولية الجنائية ضرار مُتباط بالمجتمع وبالتالي تقوم المسؤولية الجنائية بناتب leathern� chую ناشاط مجرام الحدثة من احتملовых الناتيجات الاجرامية إلى جرائم المالية كان سمريات نجاحا فقط النتيجة الجرائم المستقبلية أي قيام عناصر روك المادي أساسية خاصة في جرائم مادية والنتيجة نشط مجرم نتيجة إجرامية علاقة سببية كما قلنا في السابق أما المسؤولية المدنية فتقوم بناء على اتكاب خطأ أحدث ضرارا بالغير اتكاب خطأ ليس نشط مجرم خطأ أحدث ضرار بالغير أحيانا النشط مجرم قد نقول أنه يقوم بناء على خطأ الأخرى ولكن المصطلح لكل مصطلحة في السابق المسؤولية الجنائية نقول أنه نشط مجرم في المسؤولية المدنية نقول أن اتكاب خطأ أحدث ضرار للغير أي اتكاب خطأ مدني إن صح التعبير وبالتالي إحداث ضرار للغير وإحداث ضرار الغير وخاصة كل واحدة العلاقة السببية فيما بينهم أي اتكاب خطأ نتج عنه أو نشأ عنه أو ترتب عنه إحداث ضرار للغير إحداث ضرار الغير ثم بالنقطة الاختلاف الجزاء المقرر عند قيام سؤولية جنائية قد يموسوا حياة الشخص كالإعدام فيما يتعلق بالقتل العمد مع سبق إصابة الصد مثلا أو قد يموسوا حريته الحبس السيجن الاعتقال مثلا في الصارقة إلى خيره أو قد يموسوا دمته المالية كالغرامة أداء غرامة لفائدة خزينة الدولة غرامة دائما لفائدة خزينة أو قد يموسوا دمته المالية في نفس الإطار مصادرة أمواله نعود الفكرة الجزاء المقرر عند قيام سؤولية جنائية قد يموسوا حياة الشخص قد يموسوا حريته قد يموسوا دمته المالية الغرامة المصادرة طبعا حل كما قد مصادرة تكونوا دائما لفائدة خزينة الدولة كما سبق واندكت وليس لفائدة المضرور أو داوي في حالة وفاته أما الجزاء المقرر عند قيام سؤولية جنائية فيمسوا في الغريب دمته المالية من خلال أداء التعويض للمضرور عن ما أصابه أي ما صعب هذا الأخير أي المضرور من ضرار أو أضرار كمثال لتبصيد عند قيام شخص بإصلاحات منزلية بشكل قانوني قد يترتب عن ذلك حدود شقوق في منزله أي منزله عفوا في منزل جاره هذا يعتبر ضرار ماديا يمكن أن يكون محل تعويض يمكن أن يكون محل تعويض كما قد يكون جزاء مدني إرجع الحالة كما كانت عليه قبل الاتفاق أو التعاقد أو قبل حدود الواقع محل المساءلة الجنائية وبالنقعة اختلاف عند تبوت إلتكاب جريمة الموجبة للمساءلة الجنائية فإن النيابة العامة نيابة العامة كجهاز قضائي هي المختصة والمخولة قانونا للمطالبة بتوقيع الجزاء الجنائي وبتالي تحرك الدعوة العمومية أو كما يسميها البعض الدعوة الجنائية الدعوة الجنائية للمطالبة بتوقيع الجزاء الجنائي وتحرك الدعوة العمومية في حالة استثنائية قليلة يمكن أن توجد أو يوجد بجانبه هيئات أو أطراف أخرى قد يوجد بجانبه هيئات أو أطراف أو أشخاص آخرين أشخاص آخرين المهم ما الأمر فيما يتعلق عند اتكاب فعل أو امتناع الموجب للمسؤولية المدنية فقط دون المسؤولية الجنائية فإن المضرور وحده دون غيره يعود له الحق في رفع دعوة التعويل عن الضرر الذي أصابه من إخلال الطرف آخر بالتزامه التعاقدي أو التزامه القانوني تزامه التعاقدي أو تزامه تعاقدي والسؤال الذي يطرح في هذا الصدر هل هناك تلازم أي هل هناك ترابط بين المسؤولية الجنائية ومسؤولية المدنية هل المسؤولية جنائية ومسؤولية المدنية تابعة للمسؤولية الجنائية أو أم أن مسؤوليتين مستقلتين الجواب هو أن بعض الأعمال سواء في صورة فعل أو امتناع قد ترتب قيام مسؤولية جنائية ومسؤولية المدنية معا كما في الضرب والجرح أو الإيداء العمل والاغتصاب وهذه العادة والزوار والاحتيال والناس وخيانة الأمانة إلى غير ذلك والقتل إلى غير ذلك وبالتالي كما قلنا تترتب المسؤولية الجنائية والمسؤولية المدنية عن التكام مثل تلك الأفعال وذلك ليوجود ضرار عام بالمجتمع وضرار خاص بالمجنع عليه وبيدوي أيضا في حالة وفاته إلا أنه في مناسبة أو حالات أخرى قد تترتب المسؤولية الجنائية وحدها دون المسؤولية المدنية عندما يقوم الجاني بفعل أو امتنى لا يترتب عنه ضرار خاص كما في محاولة ارتكاب بعض الجرائم وكذا في حالة ارتكاب الجرائم الشكلية والتي كما قلنا يتوقف ارتكابه على القيام بنشاط مجرم ولو لم تتحقق أي نتيجة إجرامية كما في جرائم مؤامرة هنا تقوم مسؤولية جنائية دون المسؤولية المدنية كما قد تقوم المسؤولية المدنية وحدها دون المسؤولية الجنائية ككسر منقولات الغير عن إهمال وبدون قصد أو بيع أملاك الغير عن حسنية كأن يظن أنها في ملكيتي فيقوم ببيعها وتجيب الإشارة يجيب الإشارة إلى أن القاضي المدني يتقيد بالحكم أو القراءة الصادع عن القاضي الجنائي القاضي المدني يتبع القاضي الجنائي يتقيد بما يصدر عن القاضي الجنائي في دعوة بإدانة الفاعل يتقيد بإدانة الفاعل وذلك عند مطالبة المتضرر أو المجني عليه أو داوي في حالة وفاة ضحية بإعمال قواعد المسؤولية المدنية وبالتالي المطالبة بتعويد عن ما أصابه أو أصابهم من ضرر أما إذا قضى القضاء الجنائي ببراءة المتهم أو الفاعل فإن القاضي المدني لا يجوز له الحكم بتوبوث المسؤولية المدنية في حق ذلك المتهم أي الفاعل إذا حكم إذا حكم القاضي المدني أو صادر عنهم حكم بإدانة الفاعل الجني فيحق للغير المطالبة يحق للغير المطالبة بتعويد عن ما أصابهم درر أما إذا تعلق الأمن بصدور حكم أو قرار عن القاضي الجنائي ببراءة المتهم أي الفاعل فإن القاضي المدني لا يجوز له الحكم بتوبوث المسؤولية المدنية في حق ذلك المتهم أي الفاعل وفي هذا الصدر ترى محكمة النقد مجلس أعلى سابقا في حكم صادر سنة 1960 بد 12 أبريل 1960 أنه يتعين على المحاكم المدنية اعتبار ما قدرت به المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوجود الحادث الجنحي ووصفه إدانات أو أبراءة من نسب إليه هنا الأمر واضح وقد أقره القضاء قضاء النقد في القرار الذي طرحنا ما الأمر فيما يتعلق بالتمييز بين المسؤولية الجنائية والمسؤولية التأديبية أو كما يسميها البعض الفقر المسؤولية المهنية أنها غالبا قد تتعلق بموظف أو ب شخص يشتغل لدى رب العمال إلى آخره كعامل إلى آخره قلنا تتولد مسؤولية الجنائية عن الإخلال بأمن وسلامة المجتمع من خلال ارتكاب فعل أو امتناع مجرم ومعاقب عليه أما المسؤولية التأديبية فتتولد عن ارتكاب أو ما يسمى بارتكاب خطأ مصلاحي للموظف خطأ مصلاحي للموظف وإن كان أيضا يمس المجتمع إلا أن ذلك محدود ذلك محدود ثم أن في المادة الجنائية تقوم من المسؤولية الجنائية عند اتكاب أعمال أي فعل أو امتناع مجرم ومعاقب عليه وبالتالي تطبيق مبدأ أو قاعدة لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص أما في المسؤولية التأديبية فإن الأفعال التي تشكل خطأاً مهنياً جاءت على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر وليس على سبيل لأنه من الصعب حصوها أمام تطور العمال تطور الشغل الأخير والمهن فإذا كانت المسؤولية الجنائية تقوم باتكاب شخص فعل أو امتناع مجرم ومعاقب عليه وفق ما بدأ لا جريمة العقوبة بنص في المسؤولية التأديبية المشارع نص على الأخطاء المهنية الواجب مؤساءلة شخص الذي استكبها مسؤالته مسؤولية التأديبية فقد جاءت على سبيل الحصر أما الجزاء أي العقوبة المقررة فهنا هنا أتت على سبيل الحصر أعيد أعفوا أعيد الأخطاء المهنية الموجبة للمسؤالة التأديبية جاءت على سبيل المثال جاءت على سبيل المثال لأنه كما قلت يصعب حصرها وتحديدها أمام التطور السريع والهائل لميدان الشغل وتنوع المهام وتنوع الوظائف أما الجزاء العقوبة المقررة فقد أتت على سبيل الحصر سواء في قانون وظيفة العمومية أو في قوانين المتبطة بالشغل نقطة أخرى تقرير أو نظر في المسؤولية الجنائية عن ارتكب أفعال تشكل جرائم يتم من طرف القضاء المختص قضاء المختص والذي ينظر ويقضر قيام مسؤولية جنائية وعدم قيامها أما النظر أو تقرير في المسؤولية التأذيبية أو المهنية فيعود لهيئات غير قضائية هيئات غير قضائية بمقتدق قواعد قانونية وهذه الأيئات تحدد حسب الطواف المهنية توقع مضافون تجار أطباء محامين أساتيلا إلى آخره طالب إلى آخره مثلا الطالب يسأل مسؤولية أذيبية في مجلس أذيبي العائد لمجلس كلية الأسدى الجامعيين في هذا الصدد يسألون مسؤولية أذيبية أو مهنية من طرف مجلس جامعة المضافون من طرف لجل متسوية عداء المحامون من طرف هيئة المحامين الأطباء من طرف نقاباتهم أو هيئتهم إلى آخره أيضا يطرح نفس السؤال الذي طرحنا قبل فيما يتعلق بتمييز بين المسؤولية الجنائية والمسؤولية المدنية والسؤال هو هل هناك استقلالية بين المسؤولية الجنائية ومسؤولية تعديمية رغم وجود هذه استقلالية فإنها غير مطلقة أي أن هذه صحة تعبير هي مسؤولية أو لا استقلالية نسبية بل هناك بعض تأثير المتبادل فيما بنا ويمكن أيضا فيمكن أيضا قيام أحدهم دون الأخرى قيام مسؤولية مدنية دون مسؤولية جنائية دون مسؤولية تعديمية أو قيام مسؤولية تعديمية دون مسؤولية الجنائية كيف ذلك؟ مثلا الدعوة العمومية أو في الدعوة العمومية الدعوة الجنائية المرفوعة على الموظف بسبب اتكابي جنمة معينة المعاقب على فقان الجنائي مثلا أخذ الشوى قد تنتهي أي الدعوة الجنائية ببراعة الموظف لكن مسؤولية تعديمية قد تقوم ويتعرض لجزء تعديمي يصدر عن المجلس المختص أن اتكابه خطأ مهني شريطا أن لا يكون هذا الخطأ قد استبعد جنائيا كتبريئته عن زوار وثقة مثلا أمام القضاء إلا أنه تأديبيا يعاقب عن إهماله لأنه لم يقوم بزوار ذلك الوثقة عن قصد ولكن قام باتكاب خطأ مهني بتغيير حقيقة بعض المعطيات المتضمن في ذلك الوثقة عن إهمال كما أن صدور القارة تأديبي عن المجلس أو من المجلس تأديبي المختص بعد متابعة أو مساءلة موظف أو غيره تأديبيا فإن ذلك لا يمنع لا يمنع من قيام الدعوة العمومية ومساءلة ذلك الموظف جنائيا مثلا في بعض أعمال ذوير أو في تأخذ صواتيقة معينة أو في حالة أخذ رشوة ضبطه متلبسا بأخذ رشوة إلى غير ذلك وعموما يمكن قيام مسؤوليتين معا كما في اتكاب جريمة رشوة مثلا أو قيام أحد إحدى المسؤوليتين دون الأخرى ما هي الوقائع التي تترتب عنها المسؤولية الجنائية ما هي الوقائع التي تترتب عنها المسؤولية الجنائية برشوع المدونة الجنائية المغربية نجد أن الفصل 32 من قانون طبيعة حال الجنائي المغربي حدد الوقائع التي تترتب عنها المسؤولية الجنائية فنرص على أنه فتح قوصي كل شخص سليم العقل سليم العقل قاضي على التمييز يكون مسؤولا شخصيا جز نقاط جرائم التي يتاكبها يكون مسؤولا شخصيا عن جز نقاط عن الجرائم التي يتاكبها الجناية والجناح التي يكون مشاركة في التكاب محاولات الجناية محاولات بعض الجناح ضمن الشروط المقررة في القانون للعقاب عليها ولا يستثنى من هذا المبدأ إلا الحالة التي ينص فيها القانون صراحة على خلاف ذلك هذه المادة 32 ماذا نستخلص من هذا الفصل 32 قانون جنائي أن كل شخص سليم العقل قاضي على التمييز سنرى هذه المصطلحات نقف عليهم بشكل مفصل في الحصة المقبرة كل شخص سليم العقل قاضي التي ينص فيها القانون صراحة على خلاف ذلك هذه المادة 32 ماذا نستخلص من هذا الفصل 32 قانون جنائي أن كل شخص سليم العقل قاضي على التمييز سنرى هذه المصطلحات نقف عليهم بشكل مفصل في الحصة المقبرة كل شخص سليم العقل قاضي على التمييز أي مميزاً غير طفل أو غير قاسر بالله أهلية جنائية 18 سنة شمسية كاملة قاضي على التمييز أي مميزاً وعاقلاً غير مجنون أو ما شبه ذلك سواء كان فاعل أصلياً أو فاعل معنوياً كما رأينا في المحاضة السابقة يسأل جنائياً عن ما يلي كل تكاب لجنائية أو جنحة أو مخالفة سواء بصفة شخصية كالفاعل المادي أو بالواسطة كالفاعل معنوي أو كان مساهماً في التكابها أيضاً يسأل جنائياً عن كل مشاركة في التكاب جنائية أو جنحة دون المخالفة لأن المشاركة في المخالفة غير معاقبة عليها بمقتدر أخيراً من الفصل 129 قانون جنائي كما رأينا كل محاولة في التكاب جنائية مطلقاً أي في كل الأحوال دون استثناء محاولة في التكاب جنائية كما رأينا في الفصل 114 14 من القانون الجنائي وكذا في بعض الجنح إذا نصى المشذع الجنائي استثناءاً على المحاولة محاولة في الجنحة محاولة في الجنحة كما رأينا في الفصل 115 من القانون الجنائي أما المحاولة في التكاب مخالفة فلا مسألة عنها لأن المشارك صراحة في الفصل 116 من القانون الجنائي لم يعاقب عليها لم يعاقب عليها محاولة طلبة لنقف قليلاً حول السؤال التالي هل يمكن مساءلة شخص عن ارتكاب شخص آخر لجريمة معينة هل يمكننا أن نسائل جنائياً يعني نسائل جنائياً شخص لم يتكب جريمة بل ارتكبها شخص آخر سواء كان قريباً له أو صادقاً له أو من الغير وهذه الحالة كانت قبل تقنين المادة الجنائية كانت معمول بها في العوصول القادمة قد يتكب شخص جريمة يعاقب أخوه أو أباه أو أمه أو داوية إلى آخره بل أحياناً قد يعاقب صادقه وهو ما يسمى بمبدأ شخصية المسؤولية الجنائية لأن القاعدة أن كل شخص ارتكب شخصياً الوقائع المنصوص علىها في الفصل 132 السابق الذكر يسأل شخصياً وهذه قاعدة يسأل شخصياً عن ذلك عن تكاب جريمة لأن المشاريع الجنائي كغيرهم تشريعات الجنائية المقارنة أخذ بمبدأ شخصية المسؤولية الجنائية شخصية المسؤولية الجنائية الذي يترتب عليها أيضاً شخصية العقوبة أي من يتكب جريمة ويسأل جنائياً ويدان يطبق في حقه العقوبة ذلك أن الذي اتكب جريمة معينة يسأل عن اتكابها دون زوجته أو دوه إلى آخره كما أن المشارك في اتكاب جريمة هو وحده الذي يسأل عن ذلك كما أن الفاعل المعنوي الذي ينص عليه المشاريع في المدى موحدة المقارنة الجنائية هذا الفاعل المعنوي اتكاب جريمة الذي قلنا أنه الذي يدفع شخصاً معيناً مستغلاً لضروفه أو صفته إلى اتكاب جريمة يسأل شخصياً هو وحده الذي يعاقب باتكابه ذلك الفعل دون أقربائه أو معارفه أو دوره إلى آخره ونفس الأمر بالنسبة للمحاولة المحاول في اتكاب جريمة أو محاولة في اتكاب جريمة إلى غير ذلك فالقاعدة العامة أن المسؤولية الجنائية تتميز بالطابع الشخصي يتحملها الشخص الذي يتكاب الجريمة لكن هذه القاعدة طبعاً حال لكل قاعدة هذه القاعدة العامة يتريد عليها بعض الاستثناءات في المدى الجنائية لكل قاعدة استثناء أو استثناءات وهو ما نصى عليها المشذع في الفصل 132 في الفقر الأخيرة التي نصى على أنه ولا يستثناء من هذا المبدأ إلا الحالات التي ينص فيها القانون أي القانون الجنائي صراحة أو النصو الجنائية صراحة نص فيها القانون صراحة على خلاف ذلك أي استثناءات وهو في ذلك اعتراف من جذع الجنائي المغربي بوجود مسؤولية جنائية غير شخصية كاستثناء وبالتالي إمكانية مساءلة شخص عن فعل أو أفعال غيره وإمكانية مساءلة شخص عن فعل أو أفعال غيره وقد نص القانون الجنائي على بعض الحالات في هذا الصدد نذكر بعضها كالتالي نفس خمسة وربعين من ضايا المتعليقة بالمحافظة على الغابات واستغلالها والصدد في عشر أكتوبر 1917 الذي ينص على النوم تابع ينص على النوم بقطع النظر أي بغض النظر بقطع النظر عن العقوبات التي يتعرض لها المتام أو المشاركون في جناية أو جنحة أو المخلفة إحراق الغابة يمكن أن تفرض على القبيلة أو القرية غرما جماعية هنا متهم شخص يقوم بإحراق الغابة كان الغالب ما يقوم أحد سكان القبيلة أو القاتلين القبيلة بإحراق غابة أو جزء منها ليقوم فيما بعد باستغلالها بالحط بالزراعة في الزراعة فضع إلى آخر هنا هذا الفصل من هذا القانون ينص على إمكانيات فض غرامة جماعية على القبيلة أو القرية المجاورة والتي يقتنوا فيها الفصل 95 من القانون الصحافة والنشر الذي تنص على أنه يعتبر أشخاص الآتي دي كلوم في عيننا أصليين للأفعال المتكبة عن طريق الصحافة وذلك حسب الترتيب التالي واحد مدير النشر كيفما كانت مهنته أو صفته جوج أصحاب المادة الصحفية إن لم يكن هناك مديرون للنشر ثلاثة طابع ومقدم الخدمات طابع الذي يقوم بطبع صحيفة وجريدة أو غيرها ومقدم الخدمات إن لم يكن هناك مدرع للنشر أو أصحاب المادة الصحفية ربعا الموضيف إن لم يكن هناك مقدم الخدمات خمسة الموزعون والبائعون والمكلفون بالإلصاق إن لم يكن هناك أصحاب المطابع ومقدم الخدمات إلى غير ذلك وعمما يمكن الوقوف على بعض الاستثناءات لمبدأ شخصية المسؤولية الجنائية بالمادة الجنائية طبعا غير أن القاعدة العامة تظل دائما واحتراما للعدل الجنائية ولحقوق إنسان شخصية المسؤولية الجنائية أي أساس تقوم عليها هذه المسؤولية الجنائية إذا قلنا أن المسؤولية الجنائية هي شخصية فأي أساس تقوم عليها هذه المسؤولية في البداية لا بد من تذكير أن هناك اختلاف فقهي في تحديد هذا الأساس حيث يرد أحد الاتجاه الفقهية الممتل للمدرسة الفقهية التقريدية أن المسؤولية الجنائية تقوم على أساس وجود الإرادة التي لا تقوم إلا إذا صادرت عن إنسان أي لا بد من وجود إرادة صادرة عن إنسان يتمتع بإدراك والتمييز وجود إرادة صادرة عن إنسان يتمتع بإدراك والتمييز أي أن المسؤولية الجنائية تقوم عن ارتكاب خطأ وبالتالي فإن أساس المسؤولية الجنائية هي مسألة أخلاقية أو أدبية خاصة أن الشخص قادر على التمييز والإدراك والتمييز بين الخير والشرط وله الحذية والإدراك والتمييز في ذلك لا يسأل جنائيا لأن الأمر هو مسألة أخلاقية لأن أي شخص فينا مفروض فيه مدرك ومميز أنه يفرق بين الخير ما هو خير وما هو شرط وبالتالي كل خطأ إن ارتكبه كل فعلين مخالف القانون ارتكبه لا بد أن يسأل عليه أي أنه بحسب هذا الاتجاه فإن المسؤولية الجنائية أساسها هو مسؤولية أخلاقية أو أدبية بالدرجة الأولى أما الاتجاه الفقه الثاني فقد تبنى نظرية مفعدها أن الشخص يتاكب الجريمة نظرا لظروفه العائلية أو اجتماعية أو البيئية أو الاقتصادية إلى غير ذلك وبالتالي لا يمكن مسألته بناء على أسس أخلاقية أو أدبية أو على أساس اتكاب خطأ وبالتالي يجب مسألته جنائيا بناء على أساس اجتماعي لأن تلك الظروف التي ذكرناها هي التي دفعته إلى اتكاب الجريمة دون البحث عن مدى تدخل إيرادة دياله أو اتكاب خطأ في هذا الصدر خلاصة القول أن الفقه الغالب إنقسم إلى اتجاهين اتجاه يعتبر أساس مسؤولية جنائية هو أدبية وأخلاقي أي أساس مسؤولية هنا وأخلاقي مسؤولية أخلاقية أو أدبية والتجاه الثاني يعتبر أساس مسؤولية جنائية هو الظروف الاجتماعية ما هو موقف المشرع الجنائي المغربي أي تجاه سلك هو المشرع المغربي هل ذهب مع التجاه الأول أم مع التجاه الثاني المشرع الجنائي المغربي سلك نفس النهج أغرب تسلعات الجنائية المقامة وذلك عندما اعتبر أن الأصل أو المبدأ هو إقامة مسؤولية جنائية على أساس أدبية أخلاقي أي تقوم مسؤولية جنائية بمناسبة اتكاب الفاعل أو الضانين أو الجاني لخطأ لأن التجاه الجنائي يشترط لقيم مسؤولية جنائية أن يكون الفاعل كامل إرادة غير مكره مدركا مميزا من الأعمال التي يقوم بها سوى كانت فعلا أو تركا وإن لنتفت مساءلته جنائيا كما قد يسأل جنائيا بشكل مخففا كما سنرى حصر مقبلة إذا كان ناقص الإدراق والتمييز أو الإرادة إذا أمكن مساءلة الشخص الطبيعي المميز المدرك الذي له إرادة مساءلة جنائيا عن اتكاب جريمة فهل يمكن مساءلة الشخص المعنوي الشخص الاعتباري مساءلة جنائية مع التصور أنه تسكب جريمة إنه أمام انتشار الأشخاص المعنوية أو الاعتبارية وأهمية المهام التي يقومون بها في جل ما يدين سواء الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية القانونية إلى غير ذلك ظهرت مشكلة أو إشكالية بعد مساءلة الشخص المعنوي جنائيا هل يمكن تطيب أو تحميل مسؤولية جنائية في حق هذا الشخص هذا الشخص الذي منحه المشذع شخصية القانونية للقيام بالمهام المنوطة له القيام بالمهام المنوطة به وقد تطرقنا لهذه النقطة في إحدى المحاضرات بالمدراج واعتبرنا أن الشخص المعنوي الاعتباري يتوفى على مجموعة من الصفات بمقتدى ذلك المسؤولية الأهلية القانونية التي منحها له المشذع للقيام بمهانيه يتوفى على مجموعة من الصفات التي يتوفى عليها الشخص الطبيعي فيما يتعلق بقلنا في تحميل مسؤولية جنائية لهذا الشخص فهذا الصدر اختلف الفقاء في الإجابة على السؤال السابق بينما ينذكر مثل هذه المسألة أي المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي كالشخص الطبيعي كمسألة جنائية للشخص الطبيعي وبين جانب آخر تيجا تاني يرى بإمكانية مسألة للشخص الجنائيا كيف ذلك؟ بالنسبة للتيجا الأول الذي أنكر قيام مسؤولية جنائية في حق الشخص المعنوي يرى بداية أن هذا الشخص وجد لإنجاز مشروع سياسي اقتصادي اجتماعي او قانوني إلى غير ذلك ولا يمكن أن يؤدي ذلك إلى اتكاب جريمة وإن أتكبت هذه الأخيرة فإن المسؤولية الجنائية هنا تقوم نايا مسؤولية الجنائية هنا مسؤولية الشخص الذاتي تقوم في حق الشخص الذاتي الشخص الطبيعي الذي يمثل او الممثلون او يسير او يسيرون او يدير او يديرون هذا الشخص المعنوي هم المسؤولين جنائيا كما يذهبون إلى أن بعض العقوبات بالأغلبها لا يمكن تطبيقها في حق هذا الشخص المعنوي كالإعدام مؤبات السجن الحبس الاعتقال أي العقوبات الماسة سواء بالحياة أو بالحذية وبالتالي يستنتجون أن المسؤولية الجنائية لا تقوم إلا بالنسبة للشخص الذاتي أو الطبيعي والتي تقوم على أساس توفره على إدراك وتمييز وإرادة أي أن هذا الشخص الذاتي والطبيعي الذي دخلنا قد يكون ممتل الشخص المعنوي أو هو الذي يقوم بالسيير والإدارة إلى آخرين إذا توفر في الإدراك والتمييز والإرادة أي غير مكرة هو الذي يسأل جنائيا عن انتكاب أي جريمة هذا فيما يتعلق بالتجاه الأول الذي أنكر قيام مسؤولية الجنائية في حق الشخص المعنوي ما الأمر بالتجاه الثاني الذي اعترفه هذا التجاه و أقرر بقيام مسؤولية جنائية في حق الشخص المعنوي منتقدا آراء التجاه الأول وفي هذا الصدد يرى هذا التجاه أن إن كان توفر عنصر الإرادة لدى الشخص المعنوي مسألة مضودة مسألة مرفوضة مسألة لا يمكن الأخذ بها لأن هذا الشخص يتوفر على الإرادة كالشخص المعنوي يكتسبها من خلال أهدير قانونية التي منح له المشذع كما قلنا حيث له صراحية اكتساب الحقوق مثلا إبرام عقود اكتفاقيات قبل هبات قد يكون مدعي أو مدعي عليه وصراحية او و بجانب صراحية كتاب حقوق أيضا تحمل الانتزامات كما في حالة التعويض عن أداء الذي يتسبب فيها أداء الضرائب أداء الواجبات إلى آخره أما فيما يتعلق بتطبيق العقوبة الجزرية كثيرا التي تتمثل الحياة أو الحذية فيذهب الالتجاه إلى أنه صحيح أنه لا يمكن تطبيق تطبيقها في حق الشخص المعنوي كالإعدام والسجن وهذا ليس سببا من إنكار أو عدم مساءلة الشخص المعنوي ذلك أنه توجد عقوبات أخرى تقابل مثل تلك العقوبات التي تمثل الحياة من الإعدام العقوبات السريبة الحذية لحبس السيج لأعتقال وكالغرامات المالية والمصادرة أو حل الشخص المعنوي يمكن هذه العقوبات الغرامة المالية المصادرة الأشياء حل الشخص المعنوي يمكن أن تحلى حل العقوبات السابقة الدين من إعدام السيج من الحبس لأعتقال فيمكن تطبيق الجزاء في حق الشخص المعنوي كما هو الشأن بالنسبة للشخص طبيعي وبالتالي يجيب الأخذ بعين اعتقالي في حق الشخص الطبيعي أو المعناوي مثلا إذا كان من الممكن معاقبة الشخص الطبيعي بعد قيام مسؤوليته الجنائية معاقبته مثلا بالإعدام والسجن فإنه يمكن معاقبة الشخص المعناوي بعد قيام مسؤوليته الجنائية بالغرامة المالية أو حل هذا الشخص كحل جمعية أو الإغلاق المؤقت أو النهائي كإغلاق مثلا الشركة أو المؤسسة وعموما يمكن أن نستخلص أن الشريعة الجنائية سواء الوطنية أو المقارنة قد اتجهت إلى تطبيق الإتجاه التاني وإن كان المشاريع المغربي في المادة الجنائية نص على الجزاء الخاص بالشخصين الذاتين والمعنويين بشكل مستقل بالفصل 126 من القانون الجنائي بالنسبة لأشخاص الذاتين وقد سبقت تطلق إليه معقوبة في هذا فعل قد تمسوا حياتها قد تمسوا كالإعدام قد تمسوا حذيتها كما قلنا السجن الحبس الاعتقال قد تمسوا أيضا دمته المالية كالغرامة المالية أو مصادرات ممتلكة لأن المصادرات تمسوا دمته المالية وبالنسبة للأشخاص المعنوية فأشار المشاريع لجزاءات المقرر لمثل الأشخاص بالفصل 127 من القانون الجنائي هناك عقوبة مالية هناك مصادرات أملك هذا الشخص المعنوي هناك حل الشخص المعنوي أو إغلاق محله هناك نشر الحكم الصادر بالإدانة كجزاء بالإضافة إلى تدابي الوقائية العينية وليس الشخصية تدابي الوقائية العينية من نسبة الشخص طبيعي تصدر في حقه تدابي الوقائية العينية أو شخصية أو ما معا سيتم الحديث عنها فيما بعد أما بالنسبة للشخص المعنوي عند قيام سوريته الجنائية ومعاقبته قد تصدر في حقه أيضا بعد تدابي الوقائية العينية وليس الشخصية كمصادر أشياء التي لها علاقة بالجريمة مصادر أشياء التي لها علاقة بالجريمة أو أشياء الخطيرة أو الأشياء الضارة أو المحضورة كالمخدرات المواد المخدرات الأسلحة المتفجرات البضائع المهضبة إلى آخره البضائع المزيفة إلى آخره وإغلاق أيضا المؤسسة أو المحل الذي تكيبت فيه الجريمة أو هيئت فيها الجريمة أو هيئت فيه الجريمة وتجرر إشارة إلى أنه وكما قلنا سابقا لقيام مسؤولية جنائية واشترط وجود الإرادة الحظة عند متكيب الجريمة من إدراك وتمييز فما المقصود بالإدراك وتمييز أو بالأحرام ما المقصود بعوارد المسؤولية الجنائية ومتى وكيف تقوم هذا ما سنترق إليه في الحصة المقبرة وقبل إنهاء محاضاتنا وكما جرت العادة أرى أن أتقسم معكم القولة التالية الجميع يفكر في تغيير العالم أو ما حوله الجميع يفكر إما في تغيير العالم أو على ما دي حوله ولكن لا أحد أو على الأقل القليل الذي يفكر في تغيير نفسه الجميع يفكر في تغيير العالم ولكن لا أحد يفكر في تغيير نفسه في الأخير شكرا على انتباهكم وبالتوفيق في التركيز والمطالعة والمراجعة والاستماع للمحاضرات وبالتالي اجتهاد مثل من جد وجد ومن زرع حصد الزراعة لا تتوقف دائما على الهبوط أو لنزول المطار بل قد تتم بوسائل أخرى كالسقي بالضيء أو نقطة نقطة أو بأي وسيلة أخرى المهم أنك لا تتوقف دائما لا تتوقف دائما لا تتوقف دائما